سيداتي يا نساسي دي سادتي مساء الورد مساء الخير مساء الفلد لكل اللي حاضرين معنا في هذا اللايف عقناة تشيبس معاكم فيصل الجرف من سوريا لقدم لكم لعبة تشيبس أنا مخترى لعبة تشيبس فيصل الجرف من سوريا وهي اللعبة لطبيق الشطرانج الموسيقى البديع الخريض من نوعه رحفيكن أحبائي جميعا معنا مساء الخير بسعاد أوقاتكن متابعيننا محبي الشطرانج ومحبي الموسيقى من كل مكان أهلا وسهلا فيكن بحب أني أخدم لكم بطوضة الشطرانج للعالم الأولى السنة 1886 اللي لعبة شتاينتز وتسوكاتورت من نيويورك من نيويورك من نيويورك مساء الخير من معنا ع هذا اللايف الحلو سعاد أوقاتكن أحبائنا مساء الفيل معكم فيصل الجرف من سوريا مسيكم بالورد مسيكم بالخير كل المحبين محبين الشطرانت محبين الموسيقى محبين الثقافة يا أهلا وسهلا بكل المتعبين طبعا نحن الآن سنستعرض بطوط العالم 1886 الجولة التامي لأنه صار في عنا سبع جولات لحد الآن ربح تسوكاتورت أربع نقاط وشتاينتس ثلاث نقاط بتسلسل الجولة الأولى ربحها شتاينتس وثم ربح أربع جولات متتالية اللاعب تسوكاتورت بعدين رجع شتاينتس وعوض بجولتين الأخيرتين كانوا ربحها شتاينتس ولهذا نتيجة أربع ثلاثة رجع التقارب رجع المنافسة الشرسة استعاد اشتانت ثقته اهتز الثقة تسوكاتورت بنفسه حاليا هذا الدور سنرى هو الدور الثامن بهذه البطولة تحياتي لكل متابعين إذا الدور الثامن بهذه البطولة سنرى مع بعضنا جاهزين أحبائنا تسوكاتورت هي مسائل فلس الذي معه رقعة شترانت او الذي عنده رقعة شترانت يضع قدامه او ينزل كمان تطبيق وهذا هو الأفضل ويتابع معنا اللعبة على هذا التطبيق تطبيق موجود لأجلسة الاندرويد على جوجل بلاي تطبيق موجود تطبيق موجود لما تجتمع متابعين سوف نضع موسيقى الجولة الأخيرة لعله وعسى تجذب بعض المتابعين سوف نبدأ اللايف ونرى الجولة الثانية دعونا نسمع آخر جولة بالفلوت المترجم للقناة 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 أكتاف جديد. أنا ماني خبير موسيقى ولكن إن شاء الله نتعلم مع بعضنا ونفهم هذه القواعد ولكن نحن نحكي فعلا عن أهم الأشياء اللي هي إلى علاقة بالسلالم اللي رح نشوفها سوا خطوة بخطوة. طيب ماجور هو السلم الكبير يعني إذا نحن هذه الرقعة لدينا فيها 64 مربع كل خطه 8 وكل عموده 8 والسلم الموسيقي ماجوره بنفس الطريقة المعادلة. 8 ب8. دو ري مي فا سول لا سي دو هذه الدو تنتقل على الأكتاف الجديد فعليا عندما نصل على هذه الدو نصل على أكتاف الجديد إذا ما تحت هذا الوطر بالكامل اللي هو رح يكون ذو بالأكتاف الجديد رح يكون ما أسفله هو أكتاف أقل أو أعلمهم هو أكتاف مختلف يعني ممكن نحن نعد الأكتافات تكون متشابهات فوق وتحت ولكن للعلم أنه نحن هوني عندنا أكتاف وهوني عندنا أكتاف نحن نكون طبقة صوتية مختلفة عند الأخرى واحدة عالية واحدة أو أوطنة أنا أحب أن أختاره لكي تنوع والاستمتاع بالأحدى لنرى الفارق بالنقلين لأنه عندما نحن نحرك نقل باتجاه الأكتاف الضعيف على سبيل المثال هنا أو الخشن يعني مثلا مثل الأكتاف الصوتي عند الرجال نحن طبعا كمان من نقول أوك فما نعطى ذاك الصوت خلينا نتبره ميسائي مثلا يعطي الصوت حاد يحسسنا بالفرق لما الأحجار تتحرك هي بأي جهة أكتر عم تكون شو الأحجار الأكتر اللي عم تنلمس حول شو الموضوع أكتر وهون نحن فينا نحس ونلمس الموسيقى الداخلية للنقلات وإحساسها خلال كل نقلة وخلال كل حدث أحبانا نحن نذهب إلى المباراة الثامنة اللي عم تابعونا نزلوا تطبيق تشيبس أحبائي عن متجر جوجل بلاي وتابعوا معنا هذه الأحداث اللي رح تصير ورح نعرضها مباشرة للمستمعين واللي ما عندهم رقعة تشترانش تطلعوا معنا أكيد طبعا مو متطر يكون معك أي رقعة وأنت عم تفرج هلق علينا على الموبايل وأنتم ترونها برشاشة تيك توك من قناة تشيبس هي التي ترعى هذا التقديم لهذه البطولة العالم الأولى التي هي 1886 التي لم أكن موجودة حقيقة بأي موقع شطرنجة مسجلة بفيديو فأنا عم أتوكل بهذه المهمة ورح أعرضها باللغة العربية ورح أرجع عيد إذا سنمح الوقت كمان بلغات أخرى لأني أتحدث اللغة الألمانية واللغة الانبيتية فأحب أن أصل هذه المعلومات لأنها معلومات ثقافية عالمية لكن أنا أحب أن أتحدث بأحلى اللغات وأحلى اللهجات التي هي لهجة بلدي السورية العربي وكل المتابعين العرب من كل مكان في العالم وناطقين باللغة العربية أهلا وسهلا بكم لحتى أن تشارك سوا هذا المتعة الثقافية عالية المستوى في هذا المساء الراقي والسعيد يلي بتعبر طبعا عن الشطرانج والموسيقى مع بعض بمكان واحد على رقع واحدة على لوح واحد بثقافات كثيرة بمعلومات كثيرة عالية الأهمية وعالية الدقة ولكن بأسلوب بسيط وحلو مريح إن شاء الله يعجبكم وكون عم أقدم لكمها بالطريقة المناسبة يلي توصل لعقولنا كل آياتنا مع بعض من ناس خبيرين جدا بهذا المجال لأن أبطال العالم بالشطرانج وأيضا الناس اللي حدوا هذه السلالة الموسيقية هائلة الأهمية اللي هي الماجور والماينار والبلوز ماينار والهارمونيك مايجور يلي نحن رح نتعلم طيب نحن رح نبلش بالجولة الثامنة اللي كان فيها شتاينتس عم يلعب بالحجار البيضاء رح نحن 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 نلعب شتاينتس بالحجار البيضاء صرنا متابعيننا اللي عم يتابعوا حلقاتنا نحن نحن نعرضها دوما موجودة كمان على اليوتيوب قناة كافيت دار اللي بيحبوا شوفوا الحلقات اللي راحت عليه من هاي البطولة نحن عملنا سبع حلقات لحد الآن وكل الموجودين على اليوتيوب صفحة كافيت دار اللي هو هذا الكافيت اللي أنا موجود فيه حاليا هو الكافيت تبعي وأنا بأوقات الفراغ بحب أني أقدم لكم بث مباشر عبر هاي الشاشة عن أحداث وأهم الأحداث التاريخية كان بالزمن وكان بالأهمية نكون معكم متابع لأعلى الأشياء القيمة في هذه الحياة لتوصلوا للبشر واللي هي بعض منها هي الشطانج والموسيقى وإن شاء الله نكون عم مستمتع بكل الوقت معكم فيصل الجرف دوماً سيكون مرافق لكم واللي بيحب يتواصل معي طبعاً أنا بتصرمي رسائلكم على الصفحة وبرد علي كلها إن شاء الله حتى اللي بيحب يلتقي معي عن طريق نلعب أونلاين على سبيل المثال فأنا جاهز وبرحب بهاي الأفكار التشاركية والتنوى إذن شتاينتس كان بالحجار البيضاء وراحين نفتتح الآن الجولة الثامنة من بطولة العالم لسنة 1886 اللي تمت بنيويورك أحبائنا نقلة شتاينتس المفضلة هي دوماً إي أربعة إذن هذا بيدق الملك خطوطين للأمان وهنا نغمته من تطبيق الشيبس اللي هو التطبيق الراعي لتقديم هذه البطول اللي هو التطبيق الملك خطوطين للأمان إذا هذه النغمة هي كما رأنا دعونا نظر لعباً لادو اللي هو دو اللي هو خمسة والتي هي فارد فارد الحصان على F3 والذي سي سي دو سي سي دو هذا الحصان سيحمي الجندة مثل ما شفنا بالمرات السابقة لما بلعبت سوكا تورت بالحجار السوداء و سينتقل على السي ستة بنغمة هي ري ري دو ري ري دو الفي العلبي خمسة مثل ما انا شايفين والذي يعبر عنا الافتتاح الاسباني احبائنا اذا لا 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 اذا لا لا هي بتعبر عن هذا الوتر لأنه هو وتر لا دو ري مي فا صو لا اذا لا 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 تمام طابق الاسباني اللي رح تكون مثل ما تعودنا على الطابق الاسباني برد تسوكا تورت بي دفاع برلين والنقل هي حصان على F6 اللي بتعبر عن دفاع برلين واللي هي هلق حاليا سي سي فا سي سي فا تمام تنالي اكتاف عالي هلق عنا نقلة التبيت اللي بنعرف لما بيكون ماجر الكبير هو السلة والمفتاح هو الدو إذن فالملك بيكون على الصول فبهالحالة دو ري مي فا صول ونقلة التبيت بعلامة واحدة كبيرة هي نقلة المكان اللي موجود عليه الملك وما هي هذه العلامة اللي هي هون صول إذن صول تمام رح نسمعه صول بهاي النقلة بدفاع برلين اللي هي فافادو فافادو هلق القلعة رح ترجع على اي واحد ومثل ما شفناها دائما هي الأبيض بضحي بهذا البيضاق ولكن عنده رد قوي جدا حجار مفتوحة يلي عم يشوف الوضع من الجهة البيضاء بلاحظ على الأقل انه هاده الحماميد المفتوحة قوية تضحيه بالجندي مؤقتة رح يستعيده مع مبادرة ما رح يخسر الأبيض هذا الافتتاح المعروف اللي اسمه دفاع برلين بالطابق الإسباني إذن القلعة رح تجي من لا إلى صوت لا لا صوت هلق الحصان طبعا رح يرجع في هذه الحالة ع دي ستة دو دو ري تمام إذن دو دو ري دو دو ري لماذا؟ دو ري ري دو ري دو دو ري دو دو ري الحجرة الكبيرة تبدأ دوما بنغمتين صغار بالمربع اللي هي موجودة عليه تعطي نغمتين صغار لتعبر عن المربع الموجود فيه والمربع اللي رح تنتقل له إضافة لأنه البيدق بعبر عنه باللمسة تبعه بالمربع بس الموجود فيه بنمسة بنغمة واحدة إذن إذا كان عندنا مثلا هذا الحصان انتقل فهو تحول من دو دو لهو الحصان وين موجود لأنه هو قطعة كبيرة يعني موجودة مع الحصان الحصان موجود مع الفيل مع القلعة مع الوزير مع الملك هؤلاء المعبر عني دوما بنغمتين صغار عن المكان المربع اللي هن موجودين فيه هذا الأمر رح نشرحه طبعا بإسهاب ويتروي بهدوء مع الوقت أحب أنا إذن هو دو دو ري هلأك شفناها يلي بيرسم قدامه رقعة شطرة مش عسبيل المثال على ورقة ويكتب دو ري مي فا صو لا سي دو ويرجع بيكمل هون ري مي فا صو لا سي دو ري ويرجع بيكمل مي فا صو لا سي دو ري مي بيرجع بيكمل وهكذا بعد المي فا إذن فا صو لا سي دو ري مي فا وهكذا حتى نهاية الرقعة فهو بيلتطي بالخطة الثامن هون مع دو ري مي فا صو لا سي دو تمام؟ إذن دو ري مي فا صو لا سي دو بالخط الأول دو ري مي فا صو لا سي دو بالخط الأخير أيضا ولكن ممكن الأكتاب يختلف لهيك مثلا نسمع نغمة التبيض سول إذا كان هذا الأكتاب مخفض وهنيك هلأ إذا كان رح يبيت بعد شوية الأسود رح نشوف أنه رح يقول سول رح يكون الأكتاب مرتفع طيب إذا كان هو نحن عدينا فعلا الكتاب المنخفض هون والكتاب المرتفع هون بهذه اللعبة بس ممكن بأماكن أخرى شوف أيضا كمان احتمالات ثانية وكتابات تتغير أنه يكون مثلا لتحت هو المرتفع والفوق هو المنخفض أو يكون متعادلين هذا أمر حسب الخيارات التي تختارها انت كلاعب بالإعدادات حسب ما تحب كل مرة كيف تحب تسمع الموسيقى حتى تتعلم نغمات أكثر وسلالة موسيقية أكثر وشطرنش وخاصة عندما ترى بطولة العالم بين اللاعبين الأبطال الذين عاشوا حياتي ويحللوا بنقلات الشطرنش وهذه الخلاصة التي وصلوا لها بطولة العالم التي تظلت فيها بالتاريخ محفوظة ونحن اليوم نطلع من الأرشيف ونرجع ونرى الحياة التي كانت موجودة فيها ما هي تحمل أفكار وتحمل أشياء جدا مهمة لأننا نستفيد منها ونتعلمها حسنا نحن لدينا دو دوري كانت نقلة الحصان وهلق سيتقل سيصبح هنا هذا التغيير الصغير الذي كان المرة الماضية بأنه الأبيض معناها نحن هنا سوف نأكل هذا الحصان سوف نأكل البيض كما ترون سوف نأكل البيض دو دوري دو دوري دو دوري إذا دو دوري يأكل هنا وهلق سأكل الجندة كما ترون هذه اللاعبة لحد الآن سن نقلات مدرية الأبيض هو تسوكاتورت والأسود هو تسوكاتورت نتيجة أربعة ثلاثة لصالح تسوكاتورت الذي هو صاحب الحجار السوداء لحد الآن نحن بالجولة الثامنة لحد هذا الوقت نحن نلعوب بالطابق الإسباني دفاع برلين وهذه النقلات نفسها بالضبط التي لعبت قبل هذه المرة ثلاث مرات كل مرة أو عفوا مرتين كل مرة كان فيها اللاعب الأبيض شتاينتز بالإحجار البيضاء كان عمل على الطابق الإسباني بالجولة الثالثة بالطابق الإسباني في مره الماضية سوف نرى تمأس طابق الإسباني هذه تصiad م Route لكن هذا الآن ننطبق إسباني الآن في أسباني لنرى طابق الإسباني فهل المرة الماضية والقبلة تسوكا تورت أكل هذا البيدق هذا الحصان بالحصان وبالتالي القلعة يجدت وعطت كش أما هذه المرة فتسوكا تورت ما رح يأكل هذا الحصان رح يغير لأنه مثل ما قلنا تسوكا تورت وعنده بعض نقصف ثقة بالنفس بسبب أنه خسر آخر مباراتين بعد ما كان عنده ثقة كبيرة يمكن وصلته لبعض الهرور أو بعض الاسترخاء الغير مدروس بوقتها نحن نحن نحكي عن أول بطولة عالم وبهذا كل وقت تسوكا تورت ربح أربع مباريات متتالية تكسب ثقة كبيرة يمكن سببت له بعض الغرور أحساب ثقة قلت بنفسها وقتها لتسوكا تورت ولكن ارتفعت مرة جديدة مع ربحه للدورين الماضيات وهلأ تسوكا تورت قرر أنه غير شوي ويبدأ يدور على حلول أخرى لا يخرج من الواقع أنه يخسر مباراة متتالية عطول هنا هذا الوتر يضل عليه يضل عليه يضل عليه أو حسب بسوها لقع الله هذا اللا فهذا كل الوتر هو وتر لا نحن نرى الأسود سيلعب التبييد وهي صول عالية صول صول الوزير سيخرج ويهدد ويهدد البيدق سيخرج ويحمي يعني يقطع الطريق على الفيلم لكي أن هذا التهديد الذي موجود وعلى الحونة على هذا البيدق ممكن يكون كشمات إذا ما رد عليه الأسود وفعلا رد الأسود بنقلة الاف خمسة واللي هي صول صول مي بس أول شيء الوزير رح يطلع من الفا على الصور رح يكون فا فا صول فا فا صول وهون هلق عنا صول صول مي بعتذر صول مي لأنه ببيدق وليس قطعة كبيرة ليست ضابط خطب ما بيقوله أو أو في تسير بالألماني ليست قطعة كبيرة إذن هو ببيدق إذن صول مي إذن فقط صول مي إذن فقط إحصان على السي ثلاثة واللي هو ري ري صول ري ري صول والحصان ستبدل مع الإحصان يعني هناك تبديلات سريعة الحل هذا كان يمكن تبديل مباشرة لا يوجد خطط كبيرة يعني على ما يبدو اللاعبين تعبانين سبع مباريات ما كان فيه ولا تعابل بالمناسبة كلهم كانوا فوز لأحد اللاعبين وخسارة للعب الآخر كان دوما يوم جميل لأحد اللاعبين ويوم سيء للعب الآخر يمكن اللاعبين تعبانين من كل هاتف التخطيط للأيام السابقة اللي صار كلها التخطيط وكلها التفكير وهلأ قرروا ويرتاحه قليلا ويصبح تبديل وهدوء قليلا باللعب ال الجميل الهدول لذلك سيصبح تبديل الأحصان والدو سيرت向 الري إذن دو دو ري دو دو ري وهلأ القلعة ستطلع من الصول على الري ستطلع صول صول ري صول صول ري صول صول ري الوزير سيرجع على الف ثلاثة لا أفوه عفوه في نقلة قبل والتي هي نقلة الجندي من لا إلى الصول إذن لا صول لا صول لا صول لا صول والوزير سيرجع على الف ثلاثة بهاي الطريقة صول صول دو صول صول دو صول صول دو بي ثلاثة سيلعب أول السي ستة اللاعب الأسود بهاي السي ستة هو يحاول أن يأسس لنقلة دي خمسة فيما بعد بعد إبعاد هذا الحصان من مكانه لكي يكون مفتوح هذا البيدق ويكون بيدق قوي مدعوم ويفتح للفيل السلبي حتى الآن مقعم بمهمات مثل هذا الفيل تماما ما نمفتح له ولا نافذة من أي جهة من الجهتين كذلك الأمر بالنسبة للفيل الأسود بالمقابل حسنا نحن كنا عند صول صول ري بعدين حركنا البيدق ري ري دو أو ري دو فقط ري دو هي عملناها الآن بي ثلاثة والتي هي مي فا مي فا والحصان الذي سيذهب من الري إلى الصول سيكون ري ري صول بس عالي ري ري صول ري ري صول تمام؟ معناته هنا رجعت القلعة التي تهددت في هذا الحصان من الري لكن هذه المرة إلى اللا ولا ترجع إلى الصول نفسه لأنه هنا أيضا صول صول لا سي دو ري صول لا سي دو ري مي فا صول 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 كل واحد يبدأ فيه ينتهي فيه نفس الشيء في الجهة من أي جهة تظهر تبدأ بالعلامة تجد في الجهة الثانية تمام؟ الآن بي ثلاثة اللي كانت مي فا والحصان ري ري صول هدد القلعة التي رجعت ري ري لا قلعة قلعة ري ري لا ري ري لا طيب دي خمسة كما نرى والذي هو البيدق الذي انتقل من المي عده سيقول مي دو مي دو مي دو والفيل الذي سيذهب على بي 2 ويعمل مي 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 لأنه قطعة كبيرة مي 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 طيب الفيل سيخرج على F6 كما نرى يا أحباب وسيكون مقابل للفيل الآخر سيهتقوا على نفس الوتر لأن هذا مهم ذهب أيضا مثل هذا الوتر ولكن موجهها على مكان وجود الملك الأسود هؤلاء الفيالي دائما لأنه عندما توقف على وطر طويل مفتوح فهي تكون فيالي خطيرة إن كانت دفاعية أو هجومية فيالي مهمة ماذا كانت النغمة؟ كانت فا 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 هون طيب القلعة ستخرج من الدو إلى الصول ستفعل دو دو صول دو دو صول دو دو صول والوزير ستخرج أعدي ستة أحبائي سيصبح فا فا ري فا فا ري فا فا ري الزبط طيب القلعة ستهجم هنا وتقول طيب خلينا نبدل شوي كمان كمان ما عنده شي ضد التعادل بعد جولتين ربحا واستعاد ثقة بالنفس بأنه يأخذ شوية نفس ويحس أنه مسيطر على الوضع ولو ناقصته نقطة ولو ناقصته نقطة ثلاثة سكاتورت الأربعة ولكن المرحلة الأخيرة كانت فيها ربح أكثر لشتاينتس وخاصة آخر جولتين يمكن هدول يكونوا حاليا نوع من الاستراحة بعد سبع جولات عنيفة من كل الطرفين ومتبادلة يعني الرغبة بالفوز وعدم الرغبة بالخسارة وتفاعلات نفسية كثيرة يبحثوا على ما يبدو عن بعض الراحة بهذه الجولة وتبديلات ما بالفعل يصير هالشي تبديلات كثير طلعت النقلة لالا صول لا صول ولكن فيه رح يطلع ميمي مثل ما اننا شايفين ميميمي ميميمي هذا رح يخلي انه التبديل يصير على هاي الجهة مثل ما اننا شايفين القلعة تاكور القلعة اللي موجودة على الاتمانة واللي نغمتها هي صول صول دو عالية صول صول دو ولكن طبعا رح نبدله قلعة قلعة ترجع وتاخد القلعة وتصير النقلة هي عبارة عن لا لا دو عالية لا لا دو قبل الاحصان الاحصان قبل الاحصان الاحصان الابيض سينتقل ويرجع لورا يعرض التبديل على الفيل ويحمي الفيل والشخصة في حال يعيد تموضوع الاحصان ولكن من الواضح ان الابيض هو اللي يقول تعي نبدل الاحجار انا اليوم تعبان اذا انت تعبان دعنا ننهي اليوم تعادل ودعنا نرى ماذا تكون الجولة البعدة ولكن دعنا نرجع الاحصان ونرى نغمته اللي هي صول صول فا صول صول فا والاحصان الاخر سيهدد هذا الوزير ويقول له طيب ماشي انا سيحاول اربح الدور طالما انت ليس متحمس سيهدد لك الوزير مبدئيا والنقلة ستكون هي صول صول فا شاهدنا صول صول فا مرتين الحصان من هنا صول صول فا والحصان من هنا صول صول فا سيختلف ان الوكتاب سيكون المعلومة صول 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 فا القلعة أكثر متحمسة يا احباب كما رأينا لا عرض التبديل عفوا قبل عرض التبديل وليس التبديل هو العرض في ازالة الوزير من مكانه هذا مهم لا يمكنهم عن ما يأخذه لانوابين يأكلهم هذا الشيء ما سيحب أن يكون موجود في بطولة العالم الأولى للشطرنج سيأخذ الوزير دو للا ويصبح دو دو لا والقلعة سيأتي لتهدد الوزير وليس لتبدل معه ولكن النقلة ستكون هي دو دو صور عالي دو دو صور بهذا الوقت الوزير يرجع لورا ويقول طيب دعني أهرب من هذه القلعة لا 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 لأن الوتر نفس الوتر لا 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 والفيل فعلا يقرر أن يبدل مع هذا الفيل تسوكاتورت يبدل تبديل القطع وسيشوف في النهاية إذا كانت ستكون له صالحه أو سيكتفي بالتعادل لأنه على ما يبدو الشتينة تسوي الذي يبدو التعادل من خلال لعبه للقطع بهذه الطريقة يرجع بقطعه لورا ويقول أنا ما بدي يرجو من اليوم كثيرا ويجب أن نبدل القطع ويذهب إلى نهاية قليلة ويجب أن نتقي مرة جديدة في كل أحوال تسوكاتورت تتمعك نتزيادة لا تكون ضد التعادل حاليا كمان اثنين بحاجة كانوا يطبطوا أنفاسين بهذا الوقت فا فا مي فا فا مي فا فا مي ولكن هدول الفيلين الأوتار اللي هي من هذا النمط يعني الأوتار اللي هي من هذا النمط فهي أوتار من النغمة واحدة أما الأوتار اللي تكون هنا فهي كل المربع من اللي بعده في فرق علامتين يعني دو مي صول سي فهنا هنا رأينا فا فا مي انتقلنا مربع مختلف فا فا مي والأحصان لا القلعة الأول ستأكل هنا بالنسبة لتسوكاتورت هو اللي سيحب يأكل القلعة ويقول أنا اللي عم بعرضه لك التبديل عزيزي اليوم وليس انت اللي عم تعرضه مثل ما رأينا أكثر من مرة تسوكاتورت كان عم يحاول يدور على التعادل ولكن الربح أكثر مع ذلك صول 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 لأنه مثل ما قلنا بيالتقي بمربعين وتقابلين صول 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 عنكم بطء مثل ما عنا عنا بطء بطء واحد صول 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 مي مي صول الآن الحصان سيضرب هذا الفيل أشتاينتس سيضرب الفيل يا أعزائي فافا مي نخفضها فافا مي هذه الفافا مي هي نهاية النغمات التي سنرى من هذا الدور لأن اللاعبين يتفقوا على التعادل فالنقلة الثانية يتفقوا على التعادل ويكون عرض التعادل من أحد اللاعبين وموافقة الآخر أكيد بالإشارة تم هذا الأمر بيناتهم يعني أنه تطلعوا بعض ذلك مثلا حركة تدل أنه تتعادل جرايتك لأنه لا يوجد شيء بالوضع أعطي لي دفع الحكم يكون موجود ويقرر أن يقول شباب التعادل بقلوله خلاص ومعلم تعادل تمام والتعادل هو سر السلام واللي هو نعبر عنه بهذه الكلمة مثل ما أنا أحب سميه للتعادل هو السلام نحب بائم نكبس ونسمع الموسيقى مع بعض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسية قنقر ما يعبرنا على الأصوات التي طلعت بالنقلات مرتبطين ل наши قنقر أصوات رجال ونساء عبروا بأوركسترا سوية عن صوت هذه المؤرات تخيلوا فعلا أن مجموعة أوركسترا تحظف هذه الموسيقى أو تغنيها رائعة اكتبوا لنا بالتعليقات احبائنا ما رأيكم بالعمل تشوفوا تشجيعكم بهمنا تكبيس وشير إذا تفضلوا علينا لللايف لحتى يوصل لأكثر عدد من الحابين يسهروا معنا هذه السهرة للشطنجي الموسيقي الراقي سنسجل هذا الدور سنجعل العلامات الموسيقية موجودة ونسمعها بطريقة أخرى ما تحبوا تسمعوا آلة بالنسبة لنفس الدور التي رأينا عقية آلة تحبوا تسمعوا اكتبوا لنا بالتعليقات احبائنا متابعين قناة تشيبس العزاء اكتبوا لنا بالتعليقات ما هي الآلة الموسيقية التي تحبوا تسمعوها لهذا الدور نفسه الذي رأيناه سنختار جيتار نايلون مثلا نايلون جيتار نايلون جيتار نايلون مع هارمونيك ميجر مثلا طريقة تسجيل طويلة هالمرة مفتاح سنغيره نعمله مي ونغير الأكتافات بشكل ما سوف نتسمع الموسيقى نفسها كيف ظهرت بنفس النقلات التي رأيناها طريقة تسجيل طويلة لا ستطول كثيرا سوف نتسمع مع بعضنا سوا ونرجع نشوف الجولة التاسعة مع بعض سوا بهاي السهرة الأنيقة الشطرانجي الموسيقي مع بعضنا الجولة التاسعة بين شتانتس و تسوكاتورت الجولة الثامنة تهد بالتعادل والنتيجة ثلاثة ونص لشتانتس و أربعة ونص لتسوكاتورت لأن التعادل يعد بنص نقطة لدينا من عبدو طبعا شكرا شكرا أمجود شكرا على التكبيس و شكرا على الإعجاب أتمنى أن يصل البث لأكبر عدد ممكن متابعينا أحبائنا أنا سأضل معكم بهذه السهرة الموسيقي الشطرانجي الحلوة أتمنى أن ينضموا لنا أكبر عدد المتابعين العرب لن نستمتع سوية بالموسيقى والشطرانج الموجود موسيقى لحظنا نختارنا طريقة تسجيل طويلة نسمعنا القصيرة من قليلا دعنا نذهب الطويلة ونرجع الجيتار النايلة تشعر فيه شيء من العود نوعا ما فأنا أحبه موسيقى 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 المترجم للقناة 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 سنذهب إلى السلالة من عدلة لكي نبدأ كلها من سلة دو ماجور لكي نستوعب بسهودة و بسرعة أكبر هذه العلامة سنأخذ آلة الفلوت نضع الأكتاف تحت الخط الذهبة يعني هذا الوتر الطويل تحته أكتاف أربعة والفوق الخط الذهبة إضافة للخط الذهبة نفسه هذا أكتاف هو أكتاف خمس والسلم هو سلم الماجور والمفتاح هو مفتاح الدو والطريقة هي القصيرة تسجيل على الرقعة يكون بالدوريمي ممكن نعمله بالـ ABC حسب طريقة التسجيل الشرقية أو الغربية ما بيختلف الأمر بالنسبة للآلة سنختار آلة الفلوت أو الناي بأكتاف عالي شوي لحتى نستمتع بالناي بطريقة مختلفة عن نسمعنا فيها من شوي كان في عنده أكتاف مخفض كمان في عندنا عدة إمكانيات لا نشوف إذا نقلة D أربعة واللي هي مثل ما رح نشوف هي Sol Sol C أو Sol C فقط لأنه Sol C بيدق واحد بيدق بنغمة واحدة مكان انطلاقه بطريقة تسجيل القصيرة طريقة التسجيل الطويلة فيه لمستين للبيدق وأربع لمسات للقطاع الكبيرة بكل الأحوال نحن نأخذ القصير حاليا لكي نستوعب وأسهل وللتعلم إلي وإلكون لأنه عما نأخذ معلومات عالية المستوى من موسيقى ومن الشطران إن شاء الله تكون بالطريقة الأسهل اللي هي طبعا هاي طريقة تشيبس الحديثة اللي هي هلا نحن عنا Sol C هو الافتتاح والرد رح يكون بمي دو اللي هو بيدق الوزير اللي رح يتحرك له من مي عدو هلا سي أربعة متل ما تعودنا من سوكا تورت اللي هي فالا فالا والبيدق رح يتحرك من الفاعل مي وسيد فا مي فا مي الحصان رح ينتقل من الري إلى الصل بهذه الطريقة ورح يكون ري ري صول لأنه قطعة كبيرة ري ري صول ري ري صول والحصان لا عفوا في عنا نقلة هون سيناها ما نلعبها قبل الحصان وهي ال E6 طلعا الحصان هلا رح يأتي الحصان الثاني واللي هو من السي على الفا رح يكون سي سي فا مرتفع الأكتاب هيك سي سي فا سينسي على الفا رح ينتقل الحصان الأبيع سي سي دور سي سي دور سي سي دور سي سي دور سوكاتورت على شتاينتز أو من شتاينتز فعلا على سوكاتورت إذن اللاعب الأسود هو شتاينتز لكن اليوم هناك بعض التغييرات بالافتتاح ليس جذرية ولكن نوعا ما لأنه المرة يختار الأسود هو يبدل الجندي في المرات الماضية كان يترك هذا القرار للأبيض أكثر بالفعل مرة الأبيض قدم الجندي لما كانت المضعية هيك مرة بدل هو شخصية هل مرة أحب شتاينتز يفاجئ سوكاتورت و يقول له أنا ربحان منك جندي حاليا أنت لديك قطعة ردو لهيك هي مفاجأة صغيرة مثل العامل النفسي أنه أنا ناوي اليوم أعمل شيء جديد يعني ما أنا جاي اليوم لأتعادل معه جاي اليوم لأربح فعلا هذا الدو عظي طيب أعزائي إذن هلأ قدعنا الدو أكل لا فمعناته دو دو لا أو دو لا إذن لأنه جندي دو لا لا الإي ثلاثة كما نعرف أنها من لا إلى السي فمعناته لا سي لا سي لا سي و سي خمسة هو البيضق الذي سيصبح بهذا الوقت من الر إلى السي ف سيصبح ري سي ري سي الفيل طبعا سيأكل ويأكل من اللا لا يأكل علا مرة جديدة فلا هيك سيأكل لالالا لالالا وطبعا نفس الأكتاف كما نرى مرتفع لالالا سيأكل سي لأنه لو ترسي فرح يكون سي 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 وعنفس الأكتاف وهذا البيضق رح يأكل هذا البيضق إذن أيضا سي 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 لأنه هذا مفتاح الدو فرح يلتقي هون بالسي والسي على نفس الوتر هو سي فإذن سي 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 والاكتاف نفسه لأنه هن اتنانات انتحت الخط الذهبي اللي هو أطول خط بالرقعة هذا الخط الأبيض من الاتش واحد شطرنجيا إلى الاتماني شطرنجيا أو من الدو إلى الدو موسيقيا حسنا الآن الفيل سينتشر من الفا إلى من اللا إلى الفا سيظه للا لا فا متفع لا لا فا لا لا فا موسيقيا صول طبعا بس قبل هذه الصول سينما نحرك هذا الفيل لهون هلا قد تجي الصول هلا قد تجي مقابلة الصول الأخرى والمرتفع صول 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 الحصان اللي على بي بيجي عد دي سبعة بها الشكل هذا ورح ينتقل من الري إلى المي فرح يطلع ري ري مي بس بعد ما ها ها نطلع الوزير إذن الوزير أول لنطلع على الأبيض لأنه ففافا لا رح ينتقل له ففالا هلا قد ري ري مي ري ري مي هذا كان طلعا طلعا طيب هلا قد نطلع على الأبيض الفيل رح يرجع من لا إلى الفا فرح يصير لا لا فا لا لا فا جميل فنحنا هلا قد نأخذ الحصان مرة جديدة من المي إلى السي فرح يصير ميمي سي موسيقيا ميمي سي رح نسمع ميمي سي ميمي سي ميمي سي طيب هلا الفيل رح ينتقل من المي إلى الر مي سول سي ري رح ينتقل من المي سول سي ري لكن لا نعدها بطريقة التسجيل القصيرة هي معتد فيها بطريقة التسجيل الطويلة نصير حتى الفواصل بين مكان انطلاق القطعة ومكان وصولها يكون حتى هذا داخل بالإعداد الموسيقى أما بطريقة التسجيل القصيرة يدخل بالإعداد الموسيقى نقلة الانطلاق مربع الانطلاق ومربع الوصول ولكن يتم التمييز دوما بين انه هو بيدك لتحرك أو هو قطعة كبيرة ولكن المربع لا يمكن أن يكون لغير قطعة واحدة ولذلك نحن من خلال هذا المربع فينا نعرف ما هي القطعة وكيف تحركه حسنا حسنا على سبيل المثال إذا تحرك فيل بهذا الاتجاه فنحن نلاحظ أن العلامة ستتكرر دائما ستكون لا 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 أو سي 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 أو سي 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 إذا كان طويل أو ما شاء حسنا أعزائي نحن انتقلنا لنوصل لنقلة الفيل للعودة على بي ثلاثة وهلق الحصان الأسود سينتقل من البي ستة إلى الدي خمسة شطرونجيا وموسيقيا هو من السي من السي إلى الدو سيكون معناته سي سي دو لماذا قطعة كبيرة سي سي دو أوكي ولكن احنا أول شي نقلة للأبيض والتي هي الفيل والتي سينتقل من المي انتقل هنا إذا من المي إلى الر مي مي ر مي 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 ر انتقل من الأكتاف ونخفض إلى منطقة الأكتاف الأعلى لهذا السبب أصبح اسمه مي مي ر والأحصان الذي يأتي من السي إلى الدو أصبح سي سي دو سي سي دو سي سي دو فيل أو عفوا وزير بيطلع من الفا إلى السل معناته سيكون ففاصل ففاصل القلعة سي تنتقل من الدو إلى المي بنقلة دو دو مي دو دو مي دو وفي المي سيطلع مباشرة من المي فهي سيكون مي 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 هذا فيل وهي سيهدد هذا الفيل الذي سيطلع مباشرة الآن سينتقل من الدو إلى الر سيقوم دو دو ري طيب القلعة رح تنتقل عدية تمانا مثل ما انا شايفين شطرنجيا اما موسيقيا فرح تكون من اللا الى الفا رح تصير لا لا فا مثلا عالي تمام طيب يا احبائنا ويا اعزائنا هذي الوزير رح يرجى هون ويعد الوضع رح ينتقل من اللا الى الدو لا لا دو والفيل رح يرجع الى الخلف وما يقبل التبديل مع هذا لحظة ورح تكون النقل من المي للصول مي مي صول والقلعة التانية رح تتحرك كمان وتنتشر من اللا الى الصول لا لا صول لا لا صول والقلعة التانية عند الاسود كمان ستشارك بهذه الحفلة ونتقل من اللا الى المي فشو دو دو شو دو دو مي طيب يا حبائي فمعنات أننا سنأخذ هذا الفيل من الري إلى الفا فشو نعمل فيه ري ري شو ري ري فا تمام هل تغنوا معي؟ هل تغنوا معي؟ ري ري فا يسلم الصوت حلو حتى أننا سنعلم مثل كنت يلا سواء لنرى ما نقل دو دو صوت من الدو على الصوت ما يحدث؟ دو دو صوت من مرتفع إلى منخفض هذا الخط مرتفع هنا الخط الذهبي ينتمي إلى الأكتاف العلوة ممكن يكون هو أعلى فعلا كأكتاف أو لا ولكن هو بكل الأحوال العلوة بالرقعة حسنا تعالوا دو دو صوت دو دو صوت دو دو صوت مثلا أعلى وأخفض أكتاب عيد وأكتاب مقاب وهذا دو وهذا صوت حسنا الزمن الموسيقي يكون متطابق مع السلة من الموسيقى مي إلى الصوت سيكون مي صوت مي صوت مي صوت مي صوت مي صوت مي راح على الصوت وهذا البيدق راح حمى هذا البيدق حاليا حمى حماه تمت حمايته يا أحبائي هذا البيدق مرة أخرى ببيدق آخر وتقويته الوزير راح يرجع على السي سبعة يا أحبائي إذن راح يروح من الصول إلى الري راح يصير صول 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 ري ودو دولة و الوزير راح يجي على دي ثلاثة بنسبة لسوكاتورت وحيصير دو دولة دو دولة والحصان هون راح يقلوب لا يعرض التبديل بين الفيلين بهذا الشكل فافدوا والفيل اللي موجود علفة رح يأكل الفيل الموجود علفة أيضا لأن هذه الأوتار متشابهة لما تكون تحرك عليها نفسه فيل بيضق وزير قادرين أن يتحركوا في هذه الآلية على نفس الوتار كان نقلة واحدة أو أكثر من نقلة ولكن قد لا تحرك هذا القطعة فهيكون هو نفس النغمة أهلا يا فالفال مساء الورد بالنارود و بالتشيبس يا أهلا وسهلا نورتونا والله طيب فنحن هلق عنا فافافا و هلق الري رح تنتلع الفا عن طريق أو لا بالفعل عن طريق هذا الوزير سيأكل هذا الفيل و ليس بالأحصان الأحصان منتشر و أموره جيدة ري ري فا طيب هلق الفيل سيأكل هذا الحصان يا عزائي بس أول شي خلنا نأكل هذا الفيل و نتخليك واقف اليوم الملك العزيز طيب الفيل سيأكل الأحصان كما نرى أحبائي ينتقل من الفا إلى الدو سيأكل فافا دو طبعا فافا دو طيب سيأكل بالقلعة لاعب شتاينتز سيأكل بالقلعة سيأكل من الفا إلى الدو فافا دو مرتفع سيأكل السي بيدك السي الذي سيكون شطرنجيا هو بيدك السي وموسيقيا هو بيدك السي وموسيقيا هو بيدك السيأكل من الصول إلى اللا لأنه دو ري مي فا صول لا ثمان فصول لا والقلعة اللي رح ترجع من الدو إلى الفا بدو دو 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 فا والقلعة الآن رح تعيد انتشارة بالنسبة لللاعب تسوكاتورت سول سول سي سوكاتورت اللي هو رح يكون هلق عم يحضر للهجوم تبعه بالقطع الموجودة شتاينتز مكتفي بقطعه بالخلف حاليا ولكنها أيضا قطع نشيطة وليست سلبية ولكن هي عم تنتظر اللحظة المناسبة أما بالنسبة للتسوكاتورت فعلا ما يبدو اقتربت هذه اللحظة للهجوم هو بيتمتع بالمبادرة عنده هاي المبادرة قطعه نشيطة ومتقدمة عم يفكر طبعا حاليا انه يستغلها ويجيب القلعة على هذا الخط لحتى تساهم بالتهديد على سبيل المثال من هاي النقطة لا تشكل خطر كتير كبير على الملك في هاي النقطة في معبادة إذا القلعة الإي ثلاثة شفناها والوزير هلق رح يعدل وقفته بالنسبة لاشتاينتز وينتقل من الفا إلى الري فا بنقلة فا فا ري والقلعة اللي رح تعدل وقفته وتنتقل من المي إلى الفا بمي مي فا مي مي فا أما هذا الاحصان المزعج فأنا أوار رحيله بهذه الطريقة صول صول فا صول فا أو صول فا عفوا صول فا فقط وليس صول صول لأنه قطعة صغيرة هو مجرد بيديد ولكن أما تسوكاتورت فهو يقرر أنه يروح على الهجوم بهذا الشكل تسوكاتورت يأخذ قلعة من السي إلى المي سي سي مي و الآن يضطر أنه يدافع بهذا الشكل يدافع بهذا الشكل لا يحمي حاله من أنه يؤكل هذا الجندي إذا لم تتم حنايته ويصبح مشكلة كبيرة يمكن أن تقول لنا ممكن أن تكون هذه المشكلة أعزائي مثلا مثلا لو هو مثلا هنا يجى فرضا وقرر أنه يترك هذه الفكرة ويقول أوكي أنت ما عندك كشمات مباشرة دعنا نأخذ اللحصان وجرب دعنا نأخذ فكرة نظرية نحن لا نفوت التعميقات بالتحليل كثير ولكن مع ذلك يمكننا أن نوقف بعض الوقفات وخاصة من المفتل النظر أحبائي بأنه لو مثلا يجى تجاهل ورح أكل هذا الحصان فبها الحالة سيأكل هذا الجندي أكيد مع كش سينتقل الوزير لهون على سبيل المثال ولكن هذه النقلة قاتل يعني هذه النقلة تنهي الدور نهائيا هذا الكش سيتطر الخبيب الوزير وبالتالي رح يخسر الوزير بالقلعة اللي رح تاكل الوزير مباشرة تمام؟ لهيك طبعا هذا الأمر مرفوض بالكامل ما رح يصير ومصار أسازا بهذاك الوقت وأكيد طبعا اللعبين أخبر من أن يقابل أخطاء ولكن للشرح والتوضيح كيف ممكن تظهر وكيف ممكن يكون شكل اللعبة إذا في حال تم بعض الإهمال من أحد اللعبين على هذا المستوى العالي من الشطرانج ومن قيمة البطولة أيضا التي قيمة جدا أكثر من أيامنا اليوم باعتبار أول بطولة بالعالم على الإطلاق الرسمية للشطرانج العريق والمغرق بالقدم والعراقة في التاريخ في أقل ما يمكن ينقال عنه أنه كان موجود قبل خمس تالاف سنة من وقتنا أقدم رقعة شطرانج موجودة أو تم اكتشافها ولا يعتبر أنها موجودة من خمس تالاف سنة أقدم رقعة شطرانج ولكن فعلا أنه ممكن تكون حتى هي أقدم من هيك فهذا أمر يدلنا على قضية تاريخية كثيرا ولكن يتم تحديثها دوما ويتم إضافة معلومات أو أخذ معلومات منها لأنها فعلا منارة وقادرة على أن تستقطب معلومات كثير من العلوم وكما تصدر للعلوم الأخرى إذا الشطرانج لغة بحد ذاته والموسيقى أيضا وهو نجتمع معنا سواء بهذه القناة وبهذا التطبيق الفريد والذكي والذي هو شطرانج مع موسيقى من نفس اللوف وبنفس الوقت يعني أتمنى المتعة للجميع وأنا مستمتع جدا معكم إن شاء الله للحاضرين معنا تكون كمان متعة حاضرة وتكبر عائلة تشيبس بكبر فيكم أنا أحبائي ومشارككم ومحبتكم ولايكاتكم وتكبيسكم وكل الوقت الحلو بقضي معكم كمان حسنا يا أحبائي حافظنا على أن ملكنا لا نخسره كلاعبين سود بأنه لعبنا سيسي أو سيلا إذا سيلا فقط سيلا والذي هو بيدق ال H6 الأحصان الذي سيرجع يا أحبائي على G4 ما طبعا ما سيخسره سينتقل من الر إلى المي ر ر مي يوجد وزير هنا نحن لا نحركه نحن نحركه عظيم هذا الوزير الذي هنا سنحركه بقى له بهذه الطريقة وبهذا الشكل من الر إلى الر كتب لنا بالتعليقات من الر إلى الر لماذا؟ لأن كل هذه الأوتار التي تتجه بهذا الشكل تكون بنفس النعمة من الر إلى الر و بنفس الأكتاب وهذا الأكتاب عالي أعلى من هذا تحت هو أكتاب 5 والأكتاب تحت الخطة الظهبي و أكتاب 4 أيضا ستكون ر ر ر ر عالي ر ر ر ر ر حصان رح يرجع من المي إلى السي مي مي سي مي مي سي والفي اللي راح ينتقل من ال E8 الى ال H4 من الصول الى الفا طبعا انا بستخدم الكلام الشطرنجي والكلام الموسيقي للعارفين او اللي اللي عم تعرفوا بالحالتين احنا هاي اللغة واحدة نتعرف عليه ونفهمه شطرنجيون موسيقيا بنفس الالية ومع بعض ما في اي شي صعب المربعات الى اسماء نحنا عم نكررين ونحن نجدون مستعب العزاء الجداد على لعبة الشطرنجي ونقومون بالموسيقى انا شخصيا جديد عن الموسيقى الكتير زعيد بالتعلم شي اللي عم تعلمون مين واكيد بالشطرنجى عم نشوف ابطال كمان عم تعلموني اتمنى تكون المتعة مشتركة والفايا للنا كلاتنا احباك حسنا قعنا هذا الفيل الانتقل من الصول الى الفا بصول صول فا من أكتاف عالي لأكتاف آخر أخفض منه قليلا وهذا الفيل الأحالي يهدد هذه القلعة التي هي على الصوب التي يجب أن تتحرك لكن قبل أن تتحرك القلعة الثانية تقول للوزير مساء الخير سأأتيك من المي إلى الدو بنغمة مي مي دو مي مي دو أما الوزير الذي سيرجع على نفس الوتار ري 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 ماذا؟ طيب الآن يأتي قوان انتقال القلعة من الفا إلى الصول هذا هو الفا لأنه دو ري مي فا دو ري مي فا صول الآن هنا الصول تنتقلت من الفا إلى الصول بنغمة فا فا صول فا فا صول إذن الأكتاف يجب أن يضبط فيه فا فا صول طيب أما بالنسبة لهذا الفيل الذي سيأتي من الفا إلى الدو فا فا دو طبعا عدل وضعيته وهدد القلعة الثانية حاليا أعزائي بس نحن قبل ما نشيل هاي القلعة لازم نشيل الوزير لأنه أهم بعدين منشيل القلعة بعدين بيرجع هذا وبيهدد القلعة الثانية كما نرى وهي القلعة الثانية لازم تنتقل من الفا ثلاثة إلى الجي ثلاثة واللي همات موسيقية من الدو إلى الري بتكون النغمة دو دو ري طيب الاف خمسة لما تطلع لهون بنتقل الفا إلى المي فا مي أما للقلعة تأتي من الري على الصول بري ري صول بري ري صول أما الفيل يأتي من الدو على الدو نقلة اسمها شطرنجيا الفيل على الإي أربعة راح تطلع هو عوتر الدو راح ينتقل على الوتر الذهبة الأطول في الرقعة هي راح تطلع النغمة قولوا معي غنوا دو 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 هيك صح دو 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 طيب يا دو دو لازم يروح لا عال فا لا لا فا إذا هاي اللالفا تضطر الملك الأسود ينتقل من السيعة السيلة يهدد هاي القلعة ويسأله ماذا تعمل يون أيته هالقلعة؟ دعونا نشيلها الوزير اللطيف ونجيب الملك الأنيئ اللي راح ينتقل عند شتاينتز عال أجسر عالي من السيلة السيعة عالي سي 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 ولكن هذه السي سي سي ما بيتم الرد عليها مباشرة من لاحظ اللاعبين لما بيكونوا مناوين التعابل بيكون ما عنده نية التعابل هذا الدور بيكون في نية الربحة تلاحظ انه اللاعب بتشاهل كثير من طلبات اللاعب الآخر يعني هلا بطلب له القلعة بيطلب له شغلة تانين شوية طلب له هاي القلعة تطلب مني بطلب منك أنا كل واحد بتنفسه نفسه والبحث حقيقة هي عن الثقة بالنفس الشخصي لانه لما بيكتسب اللاعب بيكتسب قدرعة انه يكون وضوح بالرؤية والسيطرة والقدرعة تموضع الحجار وكتير تفاصيل تلعب دور كتير منهم بهذه الكلمة وليست الثقة بالنفس وليست الغرور وليست الأحباط هي ما بينهما وما هو مطلوبة لأنه أعلى من ذلك هو الغرور واقع من ذلك هو الأحباط طيبة أحبانا إذن هلا قوة لحتى يتجاهل هذا الموضوع لحتى قطعة أكبر بكل رح ألعب هذا الجندي لهون وتصير لا لا سي لا سي وليس لا لا جندي هو إذن لا سي فقط لا سي هذه اللا سي يرد عليها بأنه ترك هذه القلعة تراكلها اللا سي تركلها السي تأتي من المي يعني القلعة تجري على السي خمسة وتراكله ترك أنا أكلت دعونا يعني أن هناك مثل ما قلنا أريدك شيء أنا أريد شيء آخر أنا مفاضي لك أنت أريدك أنا أريد وهكذا دعونا نرى هل محسوبة صح كل هذه القصص أم لا يعني هل هو فعلا أريد أن يخسر القلعة فإذا أكل هذه القلعة يأكله هذه القلعة إذن معناته هو ما خسره ما كان يريد أن يريد أن تقديم هذه الضربة من هذه التقديم الجنديية ليس فقط أنه يعطي يهدية أكيد لكي يفتح على الوزير بهذا الوتر بهذا الوتر البيدق الذي كان هنا كان يسكر على الوزير لم يرى هذا الجندي لما فتحه يرى هذا الجندي لهذا طبعا هذه النقلات محسوبة بعناية وبهذا الحالة تسوكا تورت يأكل هذا البيدق كان من قلعة التي كانت مهددة وغير محمية بدلاًا يرجع فيها بنشطها ويحسنها لهذا نحن نبحث عن المبادرة كل واحد يحاول أن ينفذ الخطة في ذهنه ويحسس الخصم أنه متجاهل أو الرسيل أنه متجاهل هذه الطلبات حالياً يأكل القلعة ويأكل هذا الجندي ويأكل أيضاً وهي تهدد الوزير بنقلة صول صول مين ولكن الأسود والذي هو اللاعب شتاينيز والباحث عن النقطة الرابعة بعد استقرار النتيجة على ثلاثة أربعة أو إذا اعتبرنا التعادل فهو ثلاثة مصة أربعة مصة ينتقل إلى الهجوم بهذه القلعة النشطة الذي فتح لباب مكان مفتوح سابقاً قبل قليل كانت مغلق عليها بالبيدق والآن هي مفتوحة ومتكش في الملك يعني بحقيقة أنه يمكن وضع مكان حابه كثير بتسوكاتورت يعيشه الآن لأنه هو الآن مضطر أنه يقعد يدافع عن نفسه بهذه الآلية إذا انتقل الحصان النسي على فا سي سيفا الوزير المهدد من قبل هذه القلعة ينتقل ويبتعد عن هذا الطريق ويبقوا بهدد القلعة المهمة حالياً لأنها قلعة غير محمية إضافة لأنها لديها أدوار دفاعية ولكن يساعد الوزير فيها بكل الأحوال حرك تماناً سهلة والوضع فعلاً صعب على تسوكاتورت بالحجار البيضاء كما أننا شايفين أحبائي لأن حجاره صارت سلبية ودفاعية فجأة بتقنيات تسوكتينتس العالية تحريك قطاعه بهذه الطريقة وملك المحمية وملك المحمية وعليه سوكاتورت يدافع عن حاله كل الوقت الحقيقة في هذا الوضع لا يمكن أن يصمد لأن وضعه مبيّن مان ومرتاع حقيقة وهذه الوضع السلبية الدفاعية والوزير الذي يجب أن يحركه من الرّى إلى كدرى ري 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 حسناً سيتم الرد علي بالوزير من هنا لأن الوزير سيرجع من فا 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 مي هذه الفا فا مي تجعله يهدد هذه القلعة المهاجبة ويحمي قلعته الشخصية المهدبة ولكن هذه القلعة بعد ما أجد ما رح ترجع بطريقة سلبية إلى الخلف ولكن رح تكمل هجوم على البي واحد شطرنجياً أو رح تكون هذه القلعة موجودة على مربع الري وانتقلة من المي بنغمة ميمي ري المنخفضة هذا الوزير مضطر يغير موقعه من المي إلى الصول بميمي صول وهي السي ثلاثة شطرنجياً أما القلعة الثانية عند الأسود فرح تأتي لهون عظيم بنغمة عفوان أيها الملك اللطيف هذه النقلة التي تتعبر أن أنا سأعطيك هذه القلعة وضحفية معنى محمية ولكن سأأخذ هذه القلعة بالمقابل إذا أكلت لي قلعة هذه والحصان الوحيد 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 اليتيم الحزين الذي يمكن أن تتم حمايته بطريقة في هذه اللحظة انفجرت سوكاتورت يقول لا يوجد قطعة واحدة نشيطة متقدمة سأستخدمها أكل لك هذا الفيل المزعج أيها الشتاينت في هذه اللحظة تاك بنقل هي مي مي دو محتفعة والوزير القوي المتمركز في الوسط سأكون من الري إلى الدو بري ري دو محتفعة ري ري دو تاك بالشطرانجة مكون تاك أو تاك حاجة هنا يكون كافي هذا الوضع أن تسوكاتورت تاك هناك كشمات يضاف إلى الحزبية وزيره مهدد يضاف إلى الحزبية يجب أن يحمل وزيره مشكلة يجب أن يحمل كشمات مشكلة نقلة واحدة تحمي كل هذه حاليا لا يوجد هناك مثلا لكن الضاعة مستعملة ومستوردة مثل البالي فياكو على سبيل المثال لا أعرف أنه ليس الحصر هناك الكثير اهتماء لكن يمكن أن يكون حسن شيء ولكن للربح السريع وخلص صار قلعتين على الخط الثامن متواصلات بعد تضحيت أساسا سوكاتورت قلعته مقابل فيه القوي جدا كان بوسط اللعبة والقلعات والقلعات الآن قضعته هذا الحصر لأنه مربوط لا يوجد طير وراء الملك أولا ولكن بخلص الموضوع هنا سوف تقول له مثلا اوكي طعن بدل ولكن الأمر منتهي قلعة كاملة زيادة عند سوكاتورت ستجعل النهاية سهلة جدا جدا طبعا محي لعب كل هذه النقلات لا أحد اللعبها هذه النقلات استسلمت سوكاتورت ببساطة بهذا الوضع الذي سوف ترجعه مثل مكان سوف ترى يا أحبابنا كيف اللعبين الكبار يخسروا ويربعوا مثلنا كل الهاتف إذا بهذا الوضع انتهت الدور وهنا كانت النقطة الرابعة لشتاينتز الذي يحدث بهذه البطولة ويعادل أخيرا يأخذ نفس طويل ويرتاح وينام ويستغرق بهذا اليوم وأخيرا عوض ما خسروا أربع جولات متتالية من الخسارة لشتاينتز الجولة الثانية والثالكية والرابعة والخانس هذه لقطة تاريخية لشتاينتز لأنه ستتخسره البطولة ستتخسره أحلامه ثقته بنفسه التي طبعا استعادها بكل جدارة بعد ما ربح أربع مرات وتتعاد المرة ونتيجة رجع تتعادل أربعة ونص أربعة ونص إذا حسبنا لعبة التعادل الماضية بالجوية الثانية الجوية الماضية أو هي أربعة أربعة من ضمن تسع جولة يعني أربع مرات كلها عبر ثم مرات كانت هزيمة وخسارة أو ربح ومرة واحد يتعادل حتى الآن هذه البطولة هي من عشرين جولة كانت موجودة تسع جولات والآن سنكمل بقية الجولات ولكن دعونا نوقف استراحة موسيقية لطيفة مع هذه النغمات التي أعزفناها والتي غنيناها والتي استمتعنا فيها مع بعضنا متابعين أحبائي دعونا نسمع سواء موسيقى بقية عليك الدعونا اشتركوا في القناة 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 كان وقت ممتع وفريد من نوعه ونكرره كثيرا ونلتقى بأوقات دوما خلال الأوقات اليوم من المساء نشوف لعبات التانية ونشوف أفكار جديدة ونظمات جديدة أحاديث جديدة يحبوني بصرني تعليقاتكم ونحن نتواصل ونتابع مع بعضنا هذه الرحلة الثقافية المتجاة مساءكم السعيد ونأي مكان عبارة هنا باية توقيتكم بحيات فاسل جرف لكم باي باي سالة